السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكرة افتتاح فطولة كاساسية في الدوحة ان شاء الله الساعة خمسة بتوقيت مكة المكرمة بتوقيت الدوحة بتوقيت الكويت البحرين الساعة ستة بتوقيتنا ان شاء الله في مسقط في أبوظبي ومباراة الافتتاح ان شاء الله رح تكون ما بين منتخب قطر ومنتخب لبنان عبر قنوات الكاساس الافتتاح رح يكون على القنوات المفتوحة مش المشافرة لكن الى الان المباراة مشفرة بكرة رح استحبكم في الوصف التعليق على المباراة الافتتاحية لبطولة كاساسية ما تكلمت عن منتخبنا ما تكلمت عن مشاركة منتخبنا عن المشوار لكن يعني كل الامور ان شاء الله رح نعطيها التفاصيل يوم بيوم بحكم ضغط المباريات وبحكم ايضا يعني المتابعين الموجودين من الدول الاخرى رح نتكلم عن المباراة في يومها اليوم نصد الضوء بشكل كبير جدا على المباراة المنتخب اللبناني ومنتخب قطر المباراة الافتتاحية اللي هي اعادة للقاء الفريقين في النسخة الماضية وايضا كان لقاءهم في الجولة الافتتاحية وفي المباراة الاولى وانتهى بفوز المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء فيه مشوارة لتحقيق اللقب يعني يأسفنا يعني اقولها والله العظيم يعني ضيق يأسفنا غياب المنتخب الكويتي عن احداث البطولة للنسخة الثانية على التوالي للأسف الشديد بالرغم من مشاركة 24 منتخب في كاس اسيا لكويت تغيب للمرة الثانية عن منافسات بطولة كاساسة ونتمنى ان شاء الله ان نشوفها في النسخة الجاية في المملكة العربية السعودية في 2027 تغطية مميزة ان شاء الله عبر قنوات الكاس لمنافسات البطولة تبدأ من الصباح يعني تقدر اول ما تقعد من النوم تحط على قناة الكاس تشوف كل البرامج موجودة على القنوات المفتوحة الى المجلس بعد نهاية المباريات وعلى اساس تكونوا في الصورة بكرة مباراة وحدة بعد بكرة ثلاث مباريات في ايام رح يكون فيها مباراتين في ايام رح يكون فيها ثلاث مباريات وفي ايام رح يكون فيها اربع مباريات هذه في الجولة الاخيرة اللي فيها مباراتين تلعب في نفس التوقيت مباريات تبدأ مبكر اليوم اللي فيه ثلاث مباريات المباريات ساعة ثنتين ونصف ظهر بتوقيت الدوحة رح تبدأ طبعاً ستكون في الملاعب المكيفة ونعلم تماماً بأن كل ملاعب البطولة أيضاً اللي راح تقام عليها المباريات ملاعب مكيفة يعني الجمهور ليحاتي حتى الملاعب السيد عبدالله بن خليفة ملعب نادي اليتحيل السيد جاسم بن حمد ملعب نادي السيد أول ملعب مكيف يمكن في العالم أو على مستوى المنطقة كلها راح تكون مكيفة بالإضافة إلى الملاعب المونديالية اللي كانت موجودة في كاس العالم باستثناء ملعب تسعة سبعة أربعة اللي ما راح تنلعب عليه خلال بطولة كاس آسيا حط في بالك الجدول لحين بحط لكم الجدول بالكامل لمباريات بطولة كاس آسيا خلال الدور الأول كل مباريات الدور الأول من بدايتها إلى نهايتها